نفسر قادتنا في الفصال المسلحة عبارة ببدل كل جهد ممكن والتي جاءت في خطاب المرجع لعلى علي السستاني لدعم لبنان بأنه يتضمن فتوى ضمنية تجيز القتال هناك وذهب البعض إلى تفسير ذلك بأنه ضوء أخضر لإطلاق الصواريخ والمسيرات ورغم أن جميع الفصائل التي تندرج ضمن تنسيقية المقاومة العراقية تدين بالولاء إلى مرجعية الولي الفقيهة لكنها تقول الحفاظ على خطوط عريضة مع النجفة وعلى خفية بيان مرجعية عقد لإطار التنسيقي اجتماعا في منزل نوري كامل الملكي زعيم ائتلاف دولة القانون واعتبر البيان خريطة طريق وفتح على إثره باب التبرعات إلى لبنان وفقا لبيانات رسمية لكن مصادر قالت أن الحكومة تخشى من أن تتحول هذه المساعدات إلى ذريعة من شأنها أن تورط الفصائل في العراق في الحرب التي يدور رحها في لبنان متبعين كرام حكومة السودانية تشعر بالاستياء والحرج البالغين من تهديدة الفصائل لعدة دول في المنطقة لسيما السعودية والإمارات والأردن الفصائل تبحث عن مخرج لمواجهة ضغوطات الحكومة والإطار التنسيقية بشأن يقعف التصعيد في المنطقة استنادا لمبدأ وحدة الساحات التي تجمعها بإيران ويتعرض هذا الموقف بشكل صريحا مع قرار مرجعية النجف الذي حصل التعامل مع الأزمة في المنطقة عبر ثلاثة مسارات فقط وليس من بينها المسار العسكرية وتتضمن أيضا دعما دبلوماسيا وإغاثيا وحتى دعما إعلاميا فهل ستترك الحكومة الفصائل المتمردة تواجه مصيرها أم أن الموضوع سيكون في سيطرة الحكومة التي ستحاول ضبط إيقاع المسار للعمليات الأمنية والعملية والواقع السياسي في البلاد